يجعل من حب الفريق شيء متوارد شيء متوارد لذلك عندما تجد فريق يغيب لسنوات طويلة عن البطولات وأطفال أطفال يشجع الفريق هذا حب متوارد من جانب الحضور المتواصل الذي لا ينقطع على المدرجات والمثال هنا على فريق ليفربول الذي غاب لسنوات طوال يا إنيستا غاب لسنوات طوال هذا يقوم يقوم المدرجات معاه إن يستا ليفربول الكبير الرجز غاب لسنوات وترى أطفالا صغارا يحضروا في المدرجات رغم أنهم لم يحضروا أيام داقلش وأيام إيان راش وأيام كيغان والمجموعة الكبيرة للفربون ولكن هو حق متوارث وهو التزام ثابت من الجمهور وراسخ وعهد مع المدرجات يتواصل هذا الأمر عاد مجددا للملاعب العربية نجده مع فريق زمالك المصري الذي أحرز لقب بطولة الدوري وعادة الجماهير بصورة جميلة للمدرجات نجده مع جماهير العالمي النصر التي تمتعنا في الملاعب السعودية هذه الأيام حتى في مواقع التواصل الاجتماعي هيجان كبير جدا لعودة الفريق للمنصات والوفاء المتواصل للمدرجات وهذه سمة الفرق الكبيرة التي نجدها أوروبيا عربيا محليا وقيمتها في الحضور عموما حتى الآن يتواصل الأداء والسيطرة متواصلة في 67 دقيقة